لا يختلف اثنان على حجم وفضاعة مرتكبه الارهابيون وداعش على وجه التحديد من جرائم وما تسبب به من الام وجروح ستبقى ماثلة وعصية على النسيان في قلوب الضحايا طوال حياتهم لكن مأساة المكون الايزيدي تحمل خصوصية وتفرد كبيرين بسبب بشاعة الجريمة التي كان الخطف والقتل والسبي والاغتصاب والبيع باسواق النخاسة ابرز الاوجه فيها والتي شملت الشيوخ والنساء والاطفال الايزيديين على حد سواء منظمة العفو الدولية اشارت قبل ايام قليلة الى تداعيات فترات الخطف والاسر على الاطفال الناجين من قبضة الارهاب وما شكله ذلك من ضغوط عليهم والتي ادت الى مضاعفات ظهرت جلية على سلوكهم وحالتهم النفسية رئيس الجمهورية برهام صالح اكد في كلمة عبر الدائرة التلفزيونية خلال المؤتمر الذي نظمته منظمة يزدى بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للابادة الجماعية للايزيديين ان التاريخ سيحفظ بتقدير واعتزاز تضحيات القوات الامنية بمختلف تسمياتها في تحرير مدن ومناطق العراق والايزيديين على وجه الخصوص سيحفظ التاريخ ايضا باقتقدير واعتزاز لابناء قواتنا المسلحة ومعهم البيشمرقة والحشد الشعبي وسائر العراقين الاصلاء ممن قاتلوا وضحوا واستفسلوا من اجل تحريد مدننا وقرانا ومنها سنجار الرئيس صالح شدد على ضرورة تجاوز العراقين السياسية والادارية التي تمنع انصاف ذوي الضحايا والاسراع بالتنظيم الادارة في سنجار وتعزيز الامن والاستقرار وتقديم المساعدات المادية والخدمات الاساسية لتسهيل عودتهم اؤكد على ضرورة تجاوز العراقين السياسية والادارية والتي تمنع انصاف ذوي الضحايا رئيس الجمهورية اكد في كلمته على اهمية الاسراع بتشريع قانون الناجيات الايزيديات من قبل مجلس النواب العراقي لتحقيق ولو جزء يسير من الانصاف لتلك الشريحة اسراع الاخوة في مجلس النواب العراقي في تشريع قانون الناجيات الايزيديات والذي ارسل من قبل الرئاسة الجمهورية للمجلس قبل اكثر من سنة وشدد الرئيس صالح على ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في دخول واحتلال داعش لمدن العراق وقراء نؤكد اهمية محاسبة المقصرين والمتسببين في دخول واحتلال داعش لمدننا وقراءنا وما نتجت عن ذلك من اضرار مادية واعتبارية في قواتنا الامنية والعسكرية وما تعرضت له المدن وسكانها الامنين العزل الجهات الحكومية ومن خلفها المنظمات الدولية تتحمل مسئولية تاريخية وانسانية تفرض عليها العمل بشكل عاجل لتجاوز تداعيات الجريمة وتعويض المتضررين والناجين وقبل ذلك كله العمل على منع تكرار المأساة الانسانية